عليكم ازايكم عاملين ايه يا رابطكم بخير النهاردة بقى هنعمل مع بعض يا جماعة وصفة جميلة جدا. لايكم شاركوا في الفيديو على السريع وسبسكرايب للقناة يلا بينا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ونبدأ كده مع بعض ونشوف هنعمل وصفتنا ازاي. دلوقتي طبعا آآ سعر الدقيق يعني بقى غالي شوية. وكمان عندنا العيش لو عندك عشبات زي كده ما ترميهوش هنحطو في الماية المغلية وهيرجع معانا الاصل وهيرجع آآ هنعملو بيه حاجة جميلة جدا وهتعجبكوا قوي بدل ما تشتري دقيق وتشتري كميات دي كبيرة لا انت هتعملي بها الوصفة دي وهتديك النتيجة هيلة جدا. آآ حطيلي غلية كده من ايديكي الحلوة. ويلا بينا نشوف هنعمل ازاي? جبت معايا كده الماية المغلية وبعد ما غليت بقى الميا بعد ما غليت بقى الميا هنزل كده معايا بالعيش بتاعي. آآ طبعا ده عيش بيت مش عيش طوزة. فباخد بقى العيش البيت وانزل بيه كده في الميا المغلية. وايه? وابدأ ان انا اخلي الميا تبوش معايا خالص زي ما انت شايفة كده. بعد بقى ما باخد معايا العيش وبيترا قوي كده معايا اي اي نوع يعني سواء العيش البلدي بتاع الافرام. العيش اللي هو آآ اي نوع عيش. موجودة عندك اي عيش قديم هتعملي بيه الوصفة دي و هتطلع معك حلو جدا. هاخد بقى العيش وهنزل بيه كده معايا في الخلاط. وهضيف عليه تضيفي بقى ميا من مية الغلايان دي او تضيفي ميا ميا من حنفية زي ما تحبي. انا ضفت عليه ميا دافية عشان يديني آآ عشان برضو ايه يتعامل معايا ويديني نتيجة سريعة للوصفة بتاعتي. حطيت عليه حوالي كوباية واحدة بس من المية ويعني ايه والخلاط بدأ يلفوا معي وبقى جميل جدا. كده يا جماعة الوصفة دي جميلة جدا بدل ما هترمي القش البيت لأ هتعمل بيه الوصفة دي. هحط عليه ضوب ميا من الحنفية بس مش اكتر من كده. او ميا دافية مش اكتر من كده. وهنخليه كده يعني ايه يغلم ايه يضرب معنا شوية كويس في الخلاط. وبعد بقى ما هنضربه في الخلاط هنصفه عشان لو فيه اي شوائب اي فتاة فيت اي حاجات زي كده آآ يعني انشلها. جبت بقى معايا هنا ايه? آآ حوالي من نص كيلو لكيلو لربع من الدقيق. شوفي كمية الدقيق اللي انت عايزيها تكون قد ايه? آآ لو انت عايز تحملي كمية كويسة هتشوفي بقى قد ايه العيش اللي موجود عندك. خطي كمية عيش كويسة واضرابيها في الخلاط وبعد كده ايه ان تغلي فيها بس يا ضب شوية من الدقيق مش اكتر من كده. حطيت الدقيق حطيت عليه حبة لبن بودر. على قد كمية الدقيق يعني احنا العيش آآ الكمية العيش اللي انا عاملها دي هغطيها بس بالدقيق. هاجنها بس بالدقيق. واحط عليه آآ راشة ملح. راشة باودر. معلقة من الباودر. معلقة من السكر. ربع معلقة من الملح. وهحط عليها حوالي تلات معلق او اربع معلق حليب باودر. وكمان معي معلقة كده من الخميرة وما تنسيش ان العيش ده في خميرة. يعني انت لو ما ضيفتش خميرة برضو هيخمر معي كده. آآ فهضيف كده ايه معي حوالي معلقة كده كبيرة من الخميرة الفورية وهو هنزل بها برضو كده. اهو قلبت الكلام ده كله كده هنزل عليها بالخميرة وهروح اخد بقى معي كل كمية العيش اللي انا عملته ده هروح مصفيه معي كويس جدا في ايه بقى على العيش اللي موجود على الدي الموجود عندي. آآ بدأت عجنهم بالشكل ده. آآ وحطيت عليهم معلقة من الخل عشان بتساعد ان العيش بتاعك تكون هاشت كده او الوصف اللي انت بتعميها دي تكون هاشت. عجنتها ولمتها بقت بالشكل ده كده هسيبها ترتاح شوية. هجيب معي هنا كباية كده من السكر. عليها كباية من من الكاكاو وهحط عليها كيس من ايه بقى من النسكافيه اللي بالبندق. اي نوع النسكافيه بالبندق. او كاكاو بالبندق. اي حاجة بالبندق تديكي بس طعم حلو مش اكتر من كده. وحطي عليها كباية كاملة برضو من الزيت. آآ بتحطي بقى المية اختياري. يعني انت وتقدر تحطي كوباية مية وتزودي بعد كده. على حسب القوامل اللي انت عايزيه. وتقدر ان انت تحط يعني ايه اكبر من كده. بحطينا كوباية سكر عليها كوباية سكر كوباية مية كوباية حليب بوضل. كوباية آآ كوباية زيت. وطبعا بيكون عليها كس منسكافيه. آآ بتعمل بتعمل بندق. عشان اديكي نكية البندق. خدت معي العجينة وبدأت ان انا افردها كده معي بالشكل اللي انتو هتشوفو دلوقتي ده. ما بتاخدش معي وقت خالص. اهي هفردها بالنشابة او بايدي مش مش هتفرد. هقسم العجينة معي على جزئين مش على جزء واحد. اول جزء هنزل عليه كده بشوية من الاول هحط عليها كلها زبدة. وهطبقها كده بالزبدة. او هلفها رول بالزبدة يعني زي ما تحبه. او تقدر تعملي بيها يعني بصي اي معجنات هتعمليها بالعيش ده هتطلع معاكي تحفة. اي حاجة هتعمليها بالعيش ده. هتطلع معاكي تحفة. يبقى كده ما رميناش العيش. وفي نفس الوقت استفدنا بيه. يبقى اي عيش باية عندي. هعمل بيه وصفات وهعمل بيك. يضب بس ان انا ايه اغلفه بشوية اه بشوية دقيق من عندي عشان ايه? عشان يلم معي بس وعيدي استخدامه من اول وجديد. ايه طبقته بقى وحطيته في التلاجر يرتاح شوية وبعد كده ايه هبدأ اعمله. تقدري تعمليه بقى بالطول كده تقدري تعمليه مسلسات. انا صراحة يعني كان ممكن ان انا اعمله بالطول كده وخليها طويلة وبتاعه كبيرة. بس انا كنت حابة ان انا خليها صغيرة عشان خاطر الولاد. فعملتها مسلسات هي ما طلعتش متساوية قوي. بس اه طلعت في الاخر جميلة جدا وايه? اه انا عندي الاطفال بيحبوا ياكلوا. اه الحاجات دي بيقطموا فيها. فعملت لهم ايه? عملت حاجات كبيرة عشان عشان اه ليه يعني والباباهم? وعملت حاجات صغيرة عشان هم هما. في يعني ايه اللي اتنين عشان ما يعودش يقطموا منها ويرميه وتترامى وكده. فبعملها بالشكل ده كده وبالفها رول طبعا ما بتاخدش معايا وقت خالص. الوصفة دي كل لها ما تاخدش معاك يعني بالكتير نص ساعة. وحتى لما بتجي تريحيها انا ما يعني ريحتها عدي على ايدك كده من واحد العشرة في الفليزر حطيها في الفليزر وعدي على ايدك من واحد العشرة وطلعيها تاني هتلاقيها مسكت هتلاقي الزبدة اللي فيها مسكت وبقت مورقة معاكي. عايز اقولك لو تشوفي كمية التوريق اللي فيها فضيعة بجد فضيعة. انت بقى لو انت حابة تخفيفيها شوية عن كده ما فيش مشكلة. حابة تسيبيها آآ طخينة برضو براحتك. عملت لاني بقى كل المقاسات كان ممكن اقسم آآ يعني اللي في النص دي كان ممكن اقسمها اتنين عشان هي كبيرة قوي بس انا قلت لأ يعني حاجات نعملها كبيرة وحاجات صغيرة آآ عشان خاطر ايه عشان خاطر باباهم وعشان خاطر ايه آآ هم هيكلوا الصغير. انما آآ الباقي مش هيكل الحاجات الصغيرة. بس في الاخر نتجتها بصراحة بتطلع جميلة جدا. خلاص كده احطها طبعا على صنية مدونة واسبها ترتاح. انا بخمرها مرتين. مرة بعد بعد ما بحط لها الخميرة وعجينها والمرة التانية بعد قبل ما حطها في الفرن. بجيب بقى معي الطريقة التانية بروح فاردة كده العجين كله عاملها مستطيلة. عندي دي بقى حشوة ايه? حشوة الجبن القريش. عشان تعميني حشوة الجبن القريش. بجيب معي جبن قريش. وبحط عليها فلفل ورشة ملح ورشة كمون ورشة فلفل اسمر. ومحط اطلعاش زيت خالص اكتفيت بالزبدة اللي موجودة عندي في الوصفة. آآ انا احب يعني ايه? اتبل معي الجبنة كده انا محط اطلعاش صراحة في العادي انا بحب احط للجبنة خضرة. انا محط اطلعاش خضرة. هخليكها بتعمل فلفل. لاني بحب الجبنة بالفلفل. بعملها كده معي بتبقى برضو ايه? رول كده. وبقفلها من جناب ودخلها معي على الفرن. بعد ما ترتاح معي شوية. بتطلع بقى الوصفات كلها بتكون بالشكل والجميل والحياة واللي هتشوفها دلوقتي. بصراحة وصفات جميلة جدا. وكده بدل ما نرمي بقى العيش البيت استفدنا منه ان احنا عملنا بالوصفات دي. فعلا والله وصفات حلوة قوي. وبالطريقة دي مش هترمي العيش البيت معاك تاني. هتعيد استخدامه من اول وجديد. وتعمل به معجنات وحاجات جميلة جدا للاطفال للفطر وللعشاء. بتمنى الفيديو يعجبكو بقى وتجربوه. لو عجبك بقى الوصفة والطريقة. بصي بقى صص الشوكولاتة لما بتحطيه عليها من فوق بيبقى عامل ازاي? زي اللي بتشتريها من بره. ودي كده. اللي كانت بالآ بالجبنة. بتمنى الفيديو يعجبكو بقى وتجربوه. لو عجبك الفيديو ما تنسينش بقى في الكومنتات واللايقات والمتابعة. آآ الوش بتاعها هتقدر يتدهنيه بالنسكة فيه او بالحليب هيتطلع معاك حلو جدا. انا ما ما دهنتوش بحاجة خالص انا يضب حطيته تحت الشواية. لايك وشير بقى من ايديك الحلوة. سبسكرايب للقناة. ما تنسوش بقى تدعو البابا يا بالرحمة والمغفرة ربنا يا رب يرحمه ويخفر له. ويسكنوا في ساحة جناته ويجي عن مقوى الجنة والله يا جماعة كان بيحب فعل الحاجات دي. آآ فربنا يا رب يرحمه ويخفر له. ادعوه بقى بالرحمة ومستنياكم من تبكو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.